يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مشاورات مغلقة لبحث هجوم ميليشيات الحوثي على منشآت مدنية إماراتية مطلع الأسبوع ودعت البعثة الإماراتية في الأمم المتحدة المجلس إلى توجيه إدانة حازمة وقاطعة لهذه الهجمات الإرهابية هذا وينظم المجلس إلى الإدانة وينضم إليها الإدانة الحازمة والقاطعة لهذه الهجمات الإرهابية التي شنت في تجاهل تام للقانون الدولي أكد مستشار رئيس دولة الإمارات أنور جرقاش أن الإمارات تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها وسكانها وسيادتها وستمارس هذا الحق للدفاع عن نفسها ومنع الأعمال الإرهابية التي تنتهجها جماعة الحوثي مواقف جرقاش جاءت خلال بحثه طبيعة الهجوم الإرهابي للحوثيين على الإمارات مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس كرودنبرغ وأكد جرقاش أن الإمارات مستمرة في دعم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار والحل السياسي إلى أنها ستقوم بكل ما يلزم لمنع خطر الأعمال الإرهابية على ترابها وأكد جرقاش ضرورة وجود موقف قوي وحازم من المجتمع الدولي تجاه تعنت وتوسع الأعمال الإرهابية للميليشيات الحوثية وخروجها على القوانين والاتفاقات الدولية وأشار أيضا إلى أن ميليشيات الحوثي حولت ميناء الحديدة إلى ميناء للقرصنة البحرية وتمويل الحرب واستغلاله عسكريا معنا من مقر الأمم المتحدة في نيويورك مراسلنا رضا أبو شفراء سيقربنا إذن من مسار هذه الجلسة وما الذي يمكن أن يخرج منها نعم فيصل بطلب من دولة الإمارات العربية المتحدة سيجتمع مجلس الأمن بعد أقل من ساعة من أجل إصدار بيان أو مشروع بيان ومنشآت مذانية من المفترض أنه سيتم التنديد بهذه الهاجمات الاجتماع يندلج ضمن إطار حفظ الأمن والسلم الدوليين غالبية الأعضاء سواء الأعضاء الدائمون أو حتى الأعضاء غير دائمين يجمعون على الإدانة ميليشيا الحوتي وهذه الهاجمات طبعا هناك العديد من سفراء الدول مجلس الأمن من صرحوا لنا قبل أيام أنهم يدينون هذه الهاجمات ولكن لعل أهم تصريح هو للسفير الصيني الذي قال بأن بلاده تندد بهذه الهاجمات الإرهابية ودعا إلى موقف واضح وصريح لمجلس الأمن من أجل التنديد بها طبعا مشروع قرار كان وضع تحت الصمت وهو إجراء متعارف عليه هنا في الأمم المتحدة إلى غاية قبل دقائق لم يعترض أي طرف أو لم تعترض أي دولة على مشروع القرار ستكون جلسة مغلقة وسنوافيكم بآخر تطورات فيصل إذن من نيويورك مراسلنا رضا بوشفراء ونبقى في نفس الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مساعد وزير الخارجي الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أهلا بك سيد ديفيد ما محددات الموقف الأمريكي بعد كل هذه التجاوزات من قبل الحوثيين هل يمكن أن تعيد إدارة بايدن الحوثيين على قائمة الإرهاب أولا سعيدنا بالوجود معكم سمعنا من الوزير بلينكين هذين اليومين إنه سيجعل الحوثيين يتحملون المسؤولية ويسألون بسبب تصرفاتهم لكن هناك مقاومة من حكومة بايدن على مستوى إعادة تصنيف الحوثيين كإرهابيين وهناك مخاوف ومباعث قلق بشأن المقارنة مع قرار ترامب عندما صنفهم إرهابيين وكان ذلك في رأيهم عرقلة لإيصال المساعدات الإنسانية ولذلك هم يريدون أن لا يكون هناك عرقلة للمساعدة الإنسانية ويقولون إن إعادتهم ستسبب ذلك أرى أن أمريكا دانت الحوثيين لكن هذه الإدارة في رأيي لن تدفع كثيرا في هذا الاتجاه إذن لماذا هذا الربط بين التحركات الإنسانية وإيصال المساعدات ووضع الحوثيين بتجاوزاتهم ضمن قوائم الإرهاب هل هذا الربط مبرر أصلا؟ أنا متفق معك مئة في المئة لا يجب أن يكون هناك ربط بين الأمرين إذا انخرط الحوثيون في العمليات الإرهابية وهم فعلا متورطون في عمليات إرهابية يهاجمون السعودية والإمارات والمؤسسات المدنية والمدنيين ويطلقون الصواريخ والمسيرات ويتصرفون بشكل يجعلهم يصنفون بحسب الولايات المتحدة الأمريكية كإرهابيين لكن ما سمعته عندما كنت أعمل مع الوزير بومبيو سمعنا من برنامج الغداء العالمي من ديفيد بيزلي وبعض الأطراف المعنيين الآخرين الذين قالوا إذا صنفناهم إرهابيين هذا سيؤدي إلى مجاعة ومجاعات أكثر كارثية في اليمن لأن المنظمات الإنسانية ستتوقف عن تقديم الدعم الغداء والدواء بسبب هذا المستجد الذي قد يحدث أرى أن إدارة بايدن يجب أن تفكر في أن الإدارة الأمريكية أو وزارة العدل لم تصنف قط أولئك الذين توردوا في عمليات إجرامية أو إرهابية وإذا كان هناك عمل جيد بنية حسنة فبالتالي لن يصنفوا ولهذا نضعهم في قائمة الإرهاب لكن هذا مجرد وهم بأن يتم الرابط بينهم وبين مسألة العمل الإنساني فهو مجرد وهم وكثير من المؤشرات والمؤشرات الإنسانية تشير سيد شينكر أنهم هم من يعيقون العمل الإنساني سؤال الأخير إليك سيد شينكر بمبدأ الربح والخسارة ما الذي تحاول إدارة بايدن تحقيقه من عدم تصنيف الحوثيين رغم كل هذه الدلائل نحن في إدارة ترامب كنا قد أوقفنا العمليات الإنسانية وأوقفنا الإسهامات لأن الحوثيين كانوا يعرقلون وصول تلك المساعدات الإنسانية ولا أعرف لماذا تعمل إدارة بايدن على التردد والتلك في إعادة تصنيفهم كإرهابيين حتماً لن يكون للأمر أثر على المبالغ المالية للحوثيين أو حساباتهم في مصارف دول في العالم لكن ستكون تلك رسالة رمزية قوية أعتقد أن الحوثيين كما هو حال طالبان هم يريدون اعترافاً شرعياً على المستوى الدولي وأن يقال إن لهم شرعية في اليمن وبحسب علمي فإن السعوديين والإماراتيين كلهم يتفاوضون بنية حسنة لإنهاء هذه الحرب باستثناء الحوثيين لذلك إعادة تصنيفهم ستكون رسالة قوية من أجل أن يتصرفوا بشكل أفضل أعتقد أن إدارة بايدن عليها أن توقف هذه المعارضة لإعادة تصنيفهم كحوثيين كان معنا من واشنطن إذن مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر شكراً تزيلاً لك